وزير الخارجية يبحث مع نظيراته سلبينية تعزيز التعاون ثنائي والأوضاع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للسئناف تسهيل المحادثات المعلقة الخاصة بسودان بشرط جدية الأطراف المعنية النيتو يؤكد أن موسكو لا تملك حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف وزيل نسكي يدعو لضم كل دول على الحدود الروسية إلى الحلف الثلثة مساء بتوقيت القهرة الثانية عشر بتوقيت برينيتش نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرة سلوفينية نتاجا فاغون أطر التعاون ثنائي بين البلدين جاء ذلك خلال الاتصال الذي طلقه شكري من الوزيرة سلوفينية حيث تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة وحرصت الوزيرة خلال الاتصال على تعرف على تقييم ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والأفريقية لا سيما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات فلذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق لتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى يستأنف الحوار الوطني جلساته العامة بشأن المحاور الثلاثة السياسية والمجتمعية والاقتصادية الأسبوع القادم على أن تبدأ جلسات الأسبوع الثالث للمحر السياسي لأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو وتتضمن جلسات المحر السياسية جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرق لعضوية المجلسين المدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية وتمثيل النيابي ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عقد الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المحل إليه في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم وتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من الرئيس الجمهورية وفي لقاء مع تلفزيون مصري طلب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم بإضافة عدد من المهام للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب لتنظيم الحصول على شهادة جماعية الشخص اللي بياخد شهادة جامعية من الخارج سواء بكذريوس أو ماجستير أو دكتوراه لازم أن بييجي مصر في القانون اللي هو معمول سنة 72 اللي هو قانون 49 بيقول أنه هو لازم يعادلها في المجلس الأعلى للجماعات الحكومية كلمة معادلة دي ما تنفقش دلوقتي أن أنا أكون واحد خريج جامعة من الجماعات الكبرى المية مثلا على مستوى العالم جامعة هارفورد أو جامعة أوكسورد أو جامعة كيمبرج ويجي أعادلها بالجامعة أقل ما فيش حاجة اسمها معادلة دلوقتي فيه حاجة اسمها اعتراف فعشان كده مهم جدا أنه إحنا يكون عندنا جهاز زي أي حتة في العالم دلوقتي فيه حاجة اسمها الجهاز القومي لتنظيم التعليم العالي المنظم ده هو الجهاز القومي لتنظيم التعليم العالي هو من يمنح نمرت واحد لاعتراف بالشهادات لكن كمان هو ده الجهاز اللي هو بيمنح كمان الرخصة للكيانات سواء الكيان ده كان جهة حكومية جامعة حكومية أو جامعة أهلية أو جامعة خاصة أو معهد أو أكاديمية أي حد حيدي مؤسسة تعليمية هترؤى لهذا الجهاز تاخد منه الرخصة لإنها تشتغل أكد منصق التعليم الفني بمحافظة الأسكندرية مصطفى يسين على ضرورة تغيير النظرة السلبية المجتمعية للتعليم الفنية جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع التلفزيون المصري على همشي أحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني جلسة خاصة بمنقشة مشروع قانون وارد من مجلس الوزراء في إطار دعوة سيد رئيس الحوار الوطني وتأكيده على أهمية الاهتمام بتطوير التعليم وضرورة إيجاد كيان المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المشروع معروض على جلسة اليوم بمشاركة نخب متميزة من المهتمين بالشأن التعليمي مفكرين خبراء أحزاب لدراسة المقترح التشكيل الاختصاص كل الهدف هو النهوض بالعملية التعليمية الارتقاء بالعملية التعليمية لأن تعليم أمن قومي التعليم إذا صلح التعليم ده كله له مردود إيجابي على واقع الحياة المجتمعية في مصر النحب أكد عضو أمانة العمال بالعاصمة عن حزب مستقبل وطن محمد المنيلي أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يهدف إلى توحيد ومواكبة مخرجات التعليم مع سوق العمل جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون مصري على هامشي إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني النهاردة المادة اللي السادة الرئيس أشار إليها اسمها المادة الرابعة فقرة تسعة بتشرق إلى إن حاجة اسمها تغيير النظر المجتمعية للتعليم الفني تغيير النظر المجتمعية للتعليم الفني ده أهم هدف كله بينادي به دلوقتي إن إحنا مش عايزين الولد يبقى خجول أو محرج إنه هو يقول لنا تعليم فني بل سوق العمل طالبه لأن المهن كلها الحرفية اللي إحنا عندنا صناعية زراعية تجارية فندقية مطلوبة جدا فمنختار النمازج الحلوة المشرفة زي محمد صلاح وغيره كتير أنت عارف أحمد زاكي الله أرحمه كان تعليم فني برضو عارف محمود الجندي فيه نمازج عظيمة كل واحد في مجاله فإحنا من نادي بالنمازج ديت إن هي نستعين بها تعليم قيمة وقدر التعليم أصدر الجيش السوداني بيانا للتعليق على قراره تعليق المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدا برعاية سعودية أمريكية وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميدة ركنانبيل عبد الله أن السبب تعليق المحادثات هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة الحالية وعدم التزامها بمتطلبات اتفاقات الهدنة السابقة بشأن المساعدات الإنسانية والمرافق كما أشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى عدم التزام قوات الدعم السريع بوقف التحرقات العسكرية خلال فترات الهدنة وذلك وسط محاولات لتكثيف تواجدهم في المناطق السكانية أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن جهود عيان بوقوع اشتباكات مسلحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مختلف أنحاء العاصمة التي تتكون من الخرطوم ومدينتها البحر وأم درمان وقال السكان أنهم سمعوا دوي نيران المدفعية ثقيلة في شمال أم درمان كما سمعوا إطلاق نار متقطعا في جنوب بحري استمرت الاشتباكات بالقرب من سوق في جنوب الخرطوم حيث قتل ما لا يقل عن سبعة عشر شخصا وأصيب العشرات وفق بيان لللجنة التمهيدية للنقابة الأطباء في السودان يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحفلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات وتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة والتي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحية والطبية للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جمال محمود بعد التحية صف لنا الأوضاع التي دايكنا الآن في معبر أبو سنبل النهري محمود جميل بعد التحية تجدد اللقاء معكم في هذه التقطية المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين وتحديدا في هذه النقطة ميناء أبو سنبل النهري الآن عدد كبير من الحفلات نتحدث عن سبع حفلات بالفعل في ميناء أبو سنبل النهري وصلوا من معبر قسطل منذ قليل لبها عدد كبير مئات الوافدين السودانيين للتحرك إلى الوجهة التي سيتوجهون إليها وأيضا قادرت مرة أخرى العبارة التابعة لمحافظة أسوان وبها عدد من الحفلات هذه الحفلات من السودانيين المتوافدين على معبر قسطل تحديدا الذي يستقبل في اليوم الواحد ثلاثة آلاف وافد لما أعلنته محافظة أسوان لكن تتجدد الصورة أيضا بعدة نقاط هامة النقطة الأولى هو تجديد جمعية الهلال الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الخدمات التي تقدمها خاصة الخدمات الجزائية المأكلة المأكلات والمشروبات في النقاط الثابتة والمنتشرة والمشتركة في معبراي قسطل وأرقين على مدار الساعة تقوم جمعية الهلال الأحمر على مدار الساعة بتقديم هذه الخدمات للوافدين عبر معبراي قسطل وأرقين لكن التوافد الأكبر تحديدا في معبر قسطل إلى بعض الخدمات النفسي خاصة للأطفال القادمين من السودان والأسر يعني بسبب بعض المشاهد التي رأوها في السودان المشاهد الصعبة والمؤلمة فيقوبون برفع الروح المعنوية لهم وأيضا بعض الوسائل الترفيهية للأطفال من بعض استغلال الهويات في الرسوبات وغيرها للتخفيف عليهم ورفع الروح المعنوية لهم الخدمة الأخرى هي تقصي الحقائص في متابعة الوافدين الذين يصلوا إلى معبر قسطل في متابعة ذويهم الذين تركوهم في السودان من خلال توفير عدد من الاتصالات والاطمئنان على حالتهم ومتابعة هذه الحالات في السودان إذا كانوا سيلتحقون بأسرهم خلال الفترة القادمة يتم متابعة هذه أو هؤلاء الوافدين لإلحاقهم بأسرهم في أي منطقة أخرى النقطة الثالثة أو الهامة هو لقاء السيدة السفير سامح شكري اليوم بمفوت شؤون السياسة والأمن والسلم في مجلس في الاتحاد الإفريقي للتشاور حول الأوضاع والتأكيد على اختيار مصر ضمن الدول أو مجموعة مصغرة من الدول المجاورة لمتابعة النقاشات وتنفيذ خارطة الطريق في الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالسودان فهذا يؤكد على الدور الإقليمي والدولي الذي تقدمه مصر لدعم الوافدين السودانيين شكرا لك أزميل محمود جميل كنت معنا من معبر أبو سنبل النهري حيث توافد المصريين وجنسيات بعض مواطني الجنسة أخرى من الأراضي السودانية شكرا جزيلا لك صادقا لا كناسة الإسرائيلية في قراءة أولى على مشروعي قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس الفلسطينية كما يهدف مشروعي القانونين إلى تعميق ضلوع الشباك جهاز الأمن العام في التطقيق في نشاط معلمين فلسطينيين وتسهيل فصل معلمين بدعاء مشاركتهم في أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلية وممارساته القمعية وطلب أعضاء كناسة من حزب الليكوت باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس معينة بأن تكون متلائمة مع المنهج الدراسي الإسرائيلية ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة كما أيد مشروع القانون 45 عضوا في الكنسة وعارضه 25 أخرون أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن أبواب المجلس أنيابي لم ولن تكون مصادة أمام جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حال تم الإعلان عن ترشيحين على الأقل للرئاسة وشدد بري على ضرورة وجود مرشحين جديين للرئاسة للدعوة لجلسة انتخاب جديدة وكان مجلس النواب اللبناني قد عقد إحدى عشرة جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي وحتى الثامن عشر من شهر يناير الماضي وجميعها باءت بالفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بيري لعدم الدعوة لجلسات جديدة لحين التوصل إلى توافق بين القوى السياسية طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بضم بلاده ومولدوفا التي تستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وقال زيلانسكي خلال اللقاء للمجموعة السياسية الأوروبية في شرق مولدوفا أنه يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا والتي لا تريد أن تأخذ روسيا جزءا من أراضيها أعضاء كاملي العضوية في النيتو والاتحاد الأوروبي أضف زيلانسكي بأن كييف تنتظر التكتل الدفاعي ليكون مستعدا لضمها وصل الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي إلى قمة تضم نحو 50 من القادة الأوروبيين في مولدوفا وتضم الجماعة السياسية الأوروبية وهو منتدى حكومية دولي للمناقشة السياسية والاستراتيجية حول مستقبل أوروبا يمثل 47 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وآخرين من جنوب وشرق الكتلة الأوروبية ينظر إلى اختيار عقد القمة في مولدوفا الجمهورية السوفيتية السابقة على أنه رسالة إلى الكراملين من كل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مولدوفا الموالية للغرب والتي حصلت على وضع مرشح للتحاد الأوروبي في يونيو من العام الماضي في نفس الوقت مع أوكرانيا قال أمين عام حلف شمال الأطلنتية يانس ستولتنبرغ أن جميع أعضاء الحلف يتفقون على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف وقبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف النيتو ضف ستولتنبرغ أن جميع الحلفاء يتفقون على أن موسكو ليس لها حق في الاعتراض على توسيع الحلف من جهة اهتيا قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن على أوكرانيا أن تحصل على عضوية حلف النيتو مشيرة إلى أهمية أن تفكر دول النيتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن حلف النيتو لا يمكنه قبول عضوية دولة تخوض حربا أفادت الإدارة العسكرية في العاصمة كييف بأن هجوما ليليا على منطقة الشرق كييف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم إثنان من الأطفال واستهدف الهجوم منطقة في الضواحي الشرقية للعاصمة وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكرانية وصفته بالإرهابية في مقاتعة بلغوراد الروسية وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها أكبرت قوات الأوكرانية على التراجع بعد محاولة الهجوم بينما أعلن حاكم مقاتعة بلغوراد إصابة عدد من الأشخاص في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو نددت موسكو بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة استفزازية وتوعدت بالرد وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من روسيا أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لصالح القوات الأوكرانية وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن حزمة المساعدات الأمنية تتضمن قدرات للدفاع الجوي كبيرة وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ والمدفعية عالية الحركة والأسلحة المضادة للدبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة وعود إلى الخبر الأبرز في جولتنا الإخبارية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لسيما الصناعة والزراعة بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للموطنين إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القوية للاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في تشكا والدلت الجديدة وسيناء وصعيد واطلع الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لسيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وقانون لتعليق سقف الدينة وهو ما سينقذ الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها وقال بايدن إن اتفاق الميزانية هو حل وسط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فلم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده ولكن هذه هي مسؤولية الحكم ودعا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوف إلى تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا وأقرى مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مشروع القانون الذي يعلق سقف الدين حتى الأول من يناير 2025 صوت غلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ نحو 31 تريليون و400 مليار دولار وصوت لصالح مشروع القانون 314 نائبا مقابل 117 صوتا ضده ويتعين على مجلس الشيوف إقرار مشروع القانون لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون خمسة أيام على الأكثر قالت أربعة مصادر في أوبيك بلاس أنه من المستمعد أن تزيد أوبيك بلاس تخفيضات الإمدادات في اجتماعها الوزرية الأحدى المقبل رغم انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل ويكتسب الاجتماع الوزري القادم لأوبيك بلاس أهمية تضل جهود إحداث التوازن التوافقي في السوق العالمية من أجل الحفاظ على مستويات الطالب العالمية تترقب أسواق النفط العالمية نتائج محادثات تحالف أوبيك بلاس في الرابع من يونيو والتي تأتي في وقت يغلف المشهد الاقتصادي العالمي فيه حالة من الضبابية وعدم اليقين في ضوء معدلات التضخم المرتفعة وتشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية مع رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم وفي ظل شبح الرقود الذي يهدد كثيرا من الاقتصادات حول العالم هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبيك وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبيك بلاس التي تضم المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا يومي السبت والأحد المقبلين في اجتماع النصف السنوي وبينما تسعى أوبيك بلاس للمحافظة على استقرار العرض والطلب وتركز سياساتها في هذا السياق على آليات السوق فإنها تضع نصب أعينها مجموعة من العوامل والمعطيات الرئيسية المسيطرة على السوق حاليا وما تعكسه من مؤشرات بخصوص العرض والطلب خلال العام الجاري بدءا من معدلات التضخم الواسعة ومرورا بشبح الرقود الذي انزلق فيه بالفعل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي ووصولا إلى تباطؤ الطلب في الصين ويرى خبراء الطاقة أن أسواق النفط عادة ما تتطلع إلى اجتماع أوبيك بلاس ويكتسب الاجتماع القادم أهمية خاصة مؤكدين أن أوبيك بلاس أثبتت على مدى سنوات قدرتها على التماسك وإيجاد الحلول والتوازن التوافقي في السوق العالمية كما أن لدى المنظمة آليات للحفاظ على مستويات الطلب العالمي وكذلك مراعاة أساسيات السوق الكلية على الرغم من المضاربات وبما يؤثر على الأسعار وتوقع الخبراء الإبقاء على مستوى التخفيض الساري ومع التزام أوبيك بلاس بسياساتها التوافقية التي لا تمارس أي سياسات عدائية بخصوص آليات السوق ولا تستهدف سعرا محددا إنما تعمل على المحافظة على استقرار العرض والطلب قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتابع عن كثب التقدم المحرزة في محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض مزيد من العقوبات على شركات الصينية وستدافع بقوة عن حقها في التجارة وتزايدت أهمية الصين بالنسبة للتجارة الأوروبية بعد تجاوزها الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاريا للاتحاد الأوروبي في عام 2020 وبلغ حكم السلع متداول بين الجانبين 696 مليار يورو في عام 2021 لتمثل الصين 16% من إجمالية تجارة الكتلة الأوروبية في عام 2021 قالت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتقددة بمقدار الثلث هذا العام إذ ستقود السياسات الحكومية القوية والمخوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى توسعي في الطاقة النظيفة وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 جيجا وات وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق لتصل إلى 440 جيجا وات في عام 2023 وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 جيجا وات أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين قال جهاز الأمن الاتحادية الروسية أنه كشف عن مؤمرة من وكالة الأمن القومية الأمريكية باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصا في هواتف أبل وذكر جهاز الأمن الاتحادية الروسية أن عدة ألاف من هواتف أبل مصابة بتلك البرمجيات منها هواتف مشتركين داخل روسيا وأضاف أن الاستهداف شاملة هواتف ديبلوماسيين أجنب مقرهم روسيا كما شاملة دولا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق ودول ضمن حلف النيتو حاليا بالإضافة إلى الصين قالت وزارة الخارجية الصينية أن على الولايات المتحدة وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان تحت ستار التجارة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ ردا على أسئلة تتعلق بتايوان والولايات المتحدة بموجب اتفاق جديد أن الصين قدمت عدة احتجاجات إلى الولايات المتحدة بهذا صدد ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا في وقت لاحق اليوم من شأنه أن يساهم في زيادة التجارة بين واشنطن وتييه من خلال تنسيق الضوابط الجمركية والإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد بالنسبة إلى تايوان هذا الاتفاق التجاري هو الأكثر شمولة للذي يوقع مع الولايات المتحدة منذ عام 1979 أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أسفه لرفض نظيره الصينية لي شانك فو لاجتماعي به وحذر أوستن خلال زيارة له إلى توكيو من تدعيات عمليات الاعتراض التي نفذتها مقاتلات حربية صينية مؤخرا قرب طائرات عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبية قلق أمريكي بشأن وقوع حادث في وقت ما قد يخرج عن نطاق السيطرة هذا تصريح الصادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد رفض نظيره الصيني لقاءه يصف المستوى الذي وصلت إليه طبيعة قنوات الاتصال بين البلدين خلال توقفه في توكيو في زيارة قصيرة في طريقه إلى سنغافورة أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أسفه لرفض نظيره الصيني لي شانج فو الاجتماع به هذا الأسبوع خاصة في ضوء مناورات قامت بها مؤخرا مقاتلات صينية في بحر الصين الجنوبي قرب طائرات عسكرية أمريكية تراها واشنطن استفزازية وأكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية الدول التي تتمتع بقدرات كبيرة وضرورة أن تتحدث مع بعضها البعض حتى تتمكن من إدارة الأزمات ومنى الأمور من الخروج عن نطاق السيطرة بلا داع محذرا من أن ذلك قد يقع إعلان الرفض الصيني جاء من خلال البينتاجون إذ أكد أن بكين رفضت دعوة أمريكية وجهت لها في مطلع مايو لعقد لقاء بين أوستن ولي شانج فو على هامش قمة دفاعية في سنغفورة معتبرا أن عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية في الانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق لكنه لن يضعف التزام وزارة الدفاع بالسعي لفتح خطوط التواصل مع الجيش الصيني أما بكين فقد اكتفت بالقول على لسان متحدثة باسمها بأن الولايات المتحدة تعرف جليا سبب الصعوبات الموجودة حاليا في الاتصالات العسكرية قال وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا أن اليابان والولايات المتحدة ستعززاني العلاقات من خلال تعزيز قدرات الردع والهجوم المضاد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في توكيو من جانبه أكد وزير الخارجي الأمريكي أن واشنطن تقف إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وحلفائها في مواجهة ما وصفها بالاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بشدة اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فضائية عسكرية للأقمار الصناعية وذكر بيان صدر عن متحدثي باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القضائف الفلسطية يتنقض مع قرارات مجلس الأمناد تصل بؤرة صراع أخرى تشهد تصعيدا جديدا وسط عالم صار يعيج بالمخاطر والاضطرابات والتهديدات النووية فقد صرحت نائبة مدير حزب العمال الحاكم شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج بأن بلادها ستسعى باستمرار لتطوير إطلاق الصواريخ الفضائية وستطق المزيد منها وقالت كيم يونج إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حق بلادها السيادي لإطلاق صاروخ فضائي لافتة إلى أن جميع الدول التي أطلقت آلاف الصواريخ الفضائية ينبغي أن تتعرض هي للإدانة مثل ما أدانتهم الولايات المتحدة ونددت كيم بالإدانة الأمريكية وصفة إياها بالمزاعم غير الحقيقية والسفسطة والتناقض وأشرت إلى أن الولايات المتحدة تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية بالعديد من المركبات الفضائية وطائرات استكشافية مسيرة لمراقبة تحركاتهم وليس لها حق في انتقاد إطلاقهم للصاروخ الفضائي الذي يثبت مشاعرهم العدائية ضد بيونج يانج وأضافت كيم متحدية العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بقولها إنه سيتم وضع صاروخ فضائي للاستطلاع العسكري في المدار الفضائي قريباً وبدقة لبدء المهمة الموكلة إليه وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخاً فضائياً للاستطلاع العسكري لأول مرة غير أنه سقط في البحر الغربي من شب الجزيرة الكورية لأطل في محرك المرحلة الثانية للصاروخ وفي رد فعل سريع على تصريحات كيم تعهدت اليابان والولايات المتحدة بتعزيز القدرات الدفاعية لبكين ويتضمن ذلك قدرتها الجديدة على إصابة أهداف في منطقة العدو وذلك في ظل استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة مما يماثل تهديداً أمنياً على المنطقة لتبقى الأمور على حافة الهاوية في شبه الجزيرة الكورية دون أمل قريب في خفض التوتر دعا الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتشي سلطات كوسوفو إلى سحب ما أسماهم رؤساء البلدياد المزعومين في شمال كوسوفو للنزع فتيل الأزمة وفي حديثه لدى وصوله إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا قال فوتشيتشي أن مثل هذه الخطوة ستكون أقوى خطوة يمكن أن تحل الأزمة من جنبها قالت رئيسة كوسوفا فيوزا عثماني أن سربيا بحاجة إلى وقف أنشطتها الهدفة إلى زعزعة استقرار كوسوفو من أجل إنهاء العنف في شمال بلاد وقالت على هم شيء قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا أن سربيا لا تزال بحاجة لتصالح مع مضيها وأن التهديد ينبع من إنكار سربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة قال رئيس حلف النيتو يانس ستالتنبرغ أن حلف شمال الأطلنطي مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو لقمع العنف في شمال البلاد وقال ستالتنبرغ لصحفين على همش اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أصله أن أول سبعمائة من قوات التعزيز في طريقهم إلى هناك مشيرا إلى أن وجود القوات سيكون لضمان بيئة آمنة وأيضا لتهديئة التوترات وحتى أمين عام أنيتو كولمن بلغ بلغراد وبريشتينيا على المشاركة بحسن نية في الحوار الذي يهيئ الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام بينهما وكان ثلاثين فردا من قوات حفظ السلام التابعة لقوات كوسوفو أصيب في الاضطرابات التي شهدها شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات منحدرين من أصل ألباني مهامهم في المنطقة ذات الأغلبية الصربية بعد أن قاطع الصرب بانتخابات أبريل الماضي حذر خبراء في مجال الذكاء للصناعية من مخاطر تلك التكنولوجيا وفي بيان المشترك للرؤساء التنفيذيين الشركات الرائدة في هذا المجال أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن أخطار استخدام نماذج لنشر المعلومات الخاطئة والجرائم الإلكترونية على رغم التطورات الهائلة غير المسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي فإن العلماء وقادة تكنولوجيا يحذرون من أن التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية لأنه قد يؤدي إلى تذاعيات لا حصر لها وحذر أكثر من 350 خبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم بما في ذلك مبتكر شات جي بي تي حذروا من احتمال أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى انقراض البشرية ففي بيان مشترك بدعم من الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة أعربوا عن قلقهم بشأن أخطار استخدام نماذج مثل شات جي بي تي لنشر المعلومات الخاطئة والجرائم الإلكترونية فضلا عن التسبب في تعطيل الوظائف على مستوى المجتمع وفق تقرير لصحيفة The Times البريطانية وعلى الجانب الآخر فإن لتداعيات تطور الذكاء الاصطناعي عكاساتها في عالم السياسة حيث يخشى الأمريكيون والأوروبيون من أن تفرض الصين معاييرها في هذا المجال إذا لم يوحد الغرب صفوفه ويطمح الاتحاد الأوروبي في أن يكون أول من يضع إطارا قانونيا متكاملا وإلزاميا للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي غير أن هذا الإطار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية عام 2025 على أقرب تقدير وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع مذونة سلوك مشتركة للذكاء الاصطناعي تكون متاحة لشركات هذا القطاع على أساس تطبيق طوعي بمواجهة مخاوفة من أن تفرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع وكانت مسألة الذكاء الاصطناعي من المواضيع الرئيسية المطروحة خلال اجتماع لمجلس التجارة والتكنولوجيا الأوروبي الأمريكي في لوليا بشمال سويد في حضور مبتكري شاد جي بي تي سام آلتمن وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر خلال الاجتماع إن الولايات المتحدة وأوروبا تضعان مدونة سلوك طوائية للذكاء الاصطناعي متوقعة أن تتضح ملامح مدونة السلوك في غضون أسابيع ومؤكدة أن الحاجة إلى ذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة مشاهد مبهجة تعم العاصمة الأردنية عمان التي تحتفل اليوم بزفاف ولي عهدها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه رجو السيف وتناثرت الأعلام الأردنية في كل مكان وازدانت الشوارع والميدين بصور العروسين في أجواء مملوئة بالفرحة حيث من المتظر أن ينتقل الموكب الأحمر داخل شوارع عمان ليشارك الشعب الأردني والمقيمون في الأردن في هذه الفرحة والتي تزمنت مع أجواء من الفرح والتفاؤل في الأردن بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية مرة أخرى تنبض مدينة برلين بالبهجة والمرح بعد أن عانت من قيود الإغلاق وتقليص التجمعات على مدار ثلاثة سنوات منذ ظهور وباء كورونا وعادت المدينة بكرنافال الثقافات الذي يستمر لثلاثة أيام ويهدف لإظهار التنوع الثقافية والعرقية للمواطنين الموجودين بالمدينة على اختلاف جذورهم وللمزيد نتابع التقرير التالي مرة أخرى عادت الكثير من المهرجانات والاحتفالات الفلكلورية المبدعة بشتى أنحاء العالم بعدما أجبرتها جائحة كورونا على التوقف لنحو ثلاث سنوات فها هي برلين تستمتع لأول مرة منذ ظهور الوباء بالشمس الساطعة وتمتلئ الشوارع بالراقصين والراقصات يرتدون ملابسهم الوطنية وأزيائهم المميزة يغنون ويرقصون ويقدمون فنونا شتى والعديد من كرنفال المشاهد المرحة التي اشتاق لها السكان خلال احتفالات الثقافات المختلفة اندفع السكان للشوارع يشاهدون الحدث الذي كان ينظم سنويا منذ عام 1996 ويستمر لمدة ثلاثة أيام يعرض خلاله جميع السكان عروضا في الكلورية على اختلاف ثقافتهم ثراء ثقافي تتباهى به المدينة التي تتعدد فيها الأعراق والأجناس وتمتزج في هذا الاحتفال مظهرة تناغما كبيرا وقبولا للثقافات المختلفة والجذور المتنوعة وهذا العام انطلق الألاف بسعادة غامرة يحتفلون فيها ليس فقط بتنوع ثقافتهم بل بانتهاء الخطر الذي حضق بالبشرية لمدة ثلاث سنوات العروض التي تقام تهدف إلى توفير مساحة مشتركة للمجتمعات لتمثيل جذورها الثقافية من خلال الرقص والموسيقى وغيرها من أشكال التعبير التي كانت تجمع قبل وباء كورونا أكثر من مليون زائر بشكل سنوي صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من العام الجاري أوضح المركز أنه وفقا للتقرير فإن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء يليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90% من مستويات ما قبل الجائحة مدفوعا بالطلب القوي داخل المنطقة ثم أفريقيا التي استعادت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة عقد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة ووزير الموارد المائية والرية هني سويلم اجتماعا لبحث التعاون وتنصيق الكامل بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما وهما مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوت التابع لشركة أنوبك ومصنع انتاج الميتانول بدمياط ويهدف التنصيق بين الوزارتين زيادة اتقاط انتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة وأكد المنلى أن قطاع البترول يولي أهمية خاصة لرؤيته في الحفاظ على الموارد المائية والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبعية ركنا أساسيا فيها لفتا إلى أن تقنية الصرف الصناعية بدون مخلفات جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 2103 لسنة 2023 والذي تضمن في مادته الأولى استبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في لوائح والقرارات كما تضمن القرار تعديل مسميات المدريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن تباشر وزارة العمل ذات الاقتصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة وقاعة الهيئة العربية للتصنيع عقدا تتولى بمجبه تأثيث وفرش المقرى الجديد لمجلس النواب المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة فاعتبره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة ووفقا للتوقيطات الزمنية للتسليم تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالمحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة هذا تكليف كان من القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع لتأثيث الحي الحكومي في العاصمة الإدارية اللي بيشمل جميع الوزرات والهيئات المختلفة تم تنفيذ الحقيقة بوسط الهيئة العربية للتصنيع على مدى ثلاث مراحل مرحلة الأولى والثانية والثالثة الآن العاصمة الإدارية الجديدة بها جميع الحي الحكومي بيجميع الوزرات تم الانتهاء من تأسيسها تماما بحلول 15 يونيو الحالي جميع الوزرات ستنتقل هناك هو انتقل فعلا جزء منها والبقي ينتقل اتباعا أعلنت وزارة البيئة عن وجود نشاط مكثف لرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد خلال اليوم الخميس وغاد الجمعة وذلك استنادا إلى تقارير صادرة من منظمة الإدار المبكر التابعة للوزارة وأوضحت وزارة البيئة لأنها تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظمة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء المستمرية مهيبة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية يعني أستاذ إيمان بعد التحية حدثينا أكثر عن هذا النشاط المكتب للرياح أهلا بحضرتك فاندم هو طبعا تقن لتقارير وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي أصدرناها منذ أمس وأول أمس بوجود منخفض خمسين حراري على منطقة الأحراء الغربية بيجلب نشاط رياح وكتل هوائية جنوبية غربية بتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير بيستحبها طبعا الرمال والأتربة المثارة طبعا أصدرت على العديد من المحافظات الجمهورية تقريبا من معظم مناطق الجمهورية وأصدرت على الطرق وخصوصا الطرق السحراوية والطرق السريعة بشكل كبير جدا منخفضت معها الرؤية الأفقية بشكل كبير على معظم المناطق ومنها طبعا القاهرة الكبرى طبعا هذا المخفض السماسيني أدى أيضا للتفاع كبير في درجات الحرارة وصلت درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 40 درجة ومتوقع غدا أيضا أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة وتصل لـ 40 درجة كما يستمر النشاط الرياحي المثير للرمال والأتربة غدا إن شاء الله على معظم المناطق الشمالية سوحد الشمالية الواجه البحري قاهرة شمال السعيد وسيناء ومنطقة خليج السويد طبعا بيوصاحب ذلك أيضا بعض الصحب وتكون طبعا هذه الصحب بتصاحب باستوكوت الأمطار الخفيفة على العديد من المناطق وهذه الأمطار كلها أمطار خفيفة لكن بيكون مصحوبة بدربات البرك والرعب أحيانا على بعض مناطق من السواحل الشمالية ممكن الجلتة بعض مناطق في القاهرة الكبرى وأيضا أثرت على بعض مناطق من حمال السعيد لكن ما كلها أمطار خفيفة وأيضا هتستمر قرص الأمطار غدا الجمعة إن شاء الله والتحسن طبعا هيكون يوم متفق هيكون تحسن تام في الأحوال الجوية تدوء تام في سرعات الرياح انعدام طبعا بالرمان والأطربة المنطارة وانعدام لفرق سكوة الأمطار مع انخفاض منحوص في درجات الحرارة بعد أن تسجل 40 درجة على القاهرة هتوصل ل34 درجة إن شاء الله اعتبارا من يوم السبت القاهرة حسنا دكتورة إيمانا شاكر مدير مركز الإستاشعار عن بعد بهائة الأرصاد الجوية شكرا جديدا لك شاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري ولا يتبقى فيها سوى تفكير بأهم ما ورد بها من عنوين الرئيس سيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة الخاصة بالسودان بشرط جدية الأطراف المعنية النيتو يؤكد أن موسكو لا تملك حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف وزلناسكي يضع لضم كل دول على الحدود الروسية إلى الحلف وصلنا مع حضراتكم إلى ختم نشرة ثالثة إلى اللقاء